طبعا بص رد عليك طبعا دي بقى ده ايه اه طبعا دي سبع بنود عشر عشر صفحات انا انا اتكلم كان هو عماليك لا لا بكتب يحذر عارف انت يحذر يرود يحذر يرود ان شاء الله سألته هو الاول لا طبعا هو اخلي بالك هو عراي طبعا انا افضل اقول طبعا يعني اتكلم في نقط يمكن انا اقول طبعا طبعا لما نيجي نبص على الجاهزية والسكوات وكل حاجة طبعا من اللي هو قالها مظبوطة مليون في المية لكن بص يا كريم المباريات دي مباريات لعيبة في الملعب كل اللي احنا قلنا ده خارج الملعب كويس فاهمني ازاي لكن اللعيبة اللي عندها شخصية في الملعب واللعيبة اللي بتقدر ترجح كافة الفرقة بتاعته هي دي اللي هتبقى عندها الافضلية يعني في بعض اللعيبة في المباريات دي ما بتلاهاش ما بتشوفهاش ممكن تبقى متفوقة جامد جدا في المباريات العادية وتيجي في المباراة دي يعني لو جينا بصينا على مثلا امام عشور في المباراة الكاسي اللي هناك لحد ما جي الجول امام مش موجود لكن جاب الجول وعمل ويعني ظهر امتى امام بعد نزول افشا افشا قدر يعمل له جول وقدر يجيب الجول فقدر ان هو يشتغل مع امام عشور الزمالك النهاردة عنده بعض اللعيبة اللي بتقدر ترجع كفته اللي عندها الشخصية زي عبدالله سعيد هفضل اقول عبدالله سعيد لان عبدالله سعيد في المباراة دي بيختلف تمام ناصر مهر شفناه في المباراتين قدى بشكل كواس جدا وكان متفوق وقدر ان هو يعمل افضلية النادي الزمالك سيفي الجزيري ممكن تلعيبي مختفي 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 وفي مباراة اللي هي المباراة التقيلة او المباراة الفاينال بيظهر قوته كلعيب دولي بيقدر يحسم الامور فانا شاف ان الزمالك السكواد بتاعه سواء الرجل بدأ باللعابة القديمة طب انا عايز اكلمك في الوقت النقاط الفنية عايز اكلمك في نص الملعب الزمالك يعني نص ملعب الزمالك عندك حسب المتشاط اللي فادت نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد وناصر مهر السلاسي نص الملعب تمام في كلام او في تفكير ان نص الملعب كده شوية دفاعيا اضعف من الاهل لان الاهلي عنده عنده اكرم توفيق وعنده مروان وعنده امام عشور يعتبر بلعب بتلاتة دفندرز اه يعني امام عشور عندهم قدرات وجمية ودفاعية واقوى بيدفع كويس وبيهاجم كويس عبدالله لعب كويس بس طبعا كمية الجاري مش حيبق زي المبارادي المبارادي لازم 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 ألعب باتنين دفندرز لازم ألعب بدونجا ولعب بشحاتة وعمر جابر يرجع على عدلته ولعب محمد حمدي باكلفت سبحانه الحمدي مش مخاطرة لانت لعب لسه جديد وصغير وتبدأ بمطش أهلي سوبر ومطش في أفريقيا ولعب الأهلي كم مرة وهو في انبي لعب الأهلي كم مرة أنا مأبوش مختلفة مع الزمالك لا عادي مأبوش يا كريم لو اللعيب النهاردة اللي هيلعب أهلي وزمالك مش على قد انه هو يلبس الفانيلا دي يبقى انا ما يستحقش انه هو ينضم وانا النهاردة بشري العيب بالعقد اللي أنا قريته بتاع محمد حمدي ده بالبنود اللي موجودة فيها واجي النهاردة في مباراة تجيب لي بطولة هخاف ان أنا ألعبه طب انا جايبه ليه بس في حاجة اسمها تجانس وفي حاجة اسمها انه هو يتعود على الفرقة بسك يلسه جاي ما فيش اسبوع كريم انت النهاردة في العصر الاحتراف اللي احنا فيه ده انت النهاردة بتشوف في النهاردة معلش ومنتخب مصر اللعيبة اللي النهاردة كابتا حسام حسن بيضمها هالعيبة دي بتلعب مع بعض في عندياتها خلاص انت النهاردة كل لعيبة النهاردة بينفز المهام المطلوبة منه وبيحصل الرابط اللي احنا بنشوفه في الآخر انت النهاردة بتشوف فيه بعض الفرقة 11 جنسية مختلفة بس النهاردة كل واحد بيقدي المهام المطلوبة منه فأنا النهاردة أنا ما بجيبش محمد حمدي بلعبه نص ملعب أنا بلعبه على عدلته الباكليفت ويلعب الشغل المطلوب منه اننا خاف او ما خافش يبقى انت بسحق عشان انت تتعرف في الناس زمالي أنا النهاردة دي شخصيتي ودي لعيب دولي ولعيب علعف النادي كبير لازم يكون بيملك المقاومات اللي احنا بنتكلم فيها فانت النهاردة لما نيجي نقول النهاردة لازم ألعب بباكليفت على عدلته لازم لاننا النهاردة بفقد كمان عمر جابر من يعني 60% حتى لو عمر ماشي كويس بس بمشي بفقد منه 60% لعمر ماشي اللي فات عمل الجون بس برضو حقدر الجون الاول بتعزيزه شفت قطع منين وعملها زي وعمل وعمل هوفر وراح للتمنتاشر لكن انت النهاردة اولا بتفقد شحاته في الباكريت مش حتته ومش مكانه هو بيقدي فيها لكن هو النهاردة يقدر يفيدك اكتر في وسطة ملعب مع دونجا وقدر ان انا استغناء نصر مهر يبقى معايا يبقى معايا وراء تقعد نصر مهر وتلعب بعبدالله السعيد كعشرة مركز عشرة بس جومز عمره معامل كده وحتى المطشين بتقع البوليس الكيني في الكونفيدرالية اللي هم اخر مطشين قبل الاهلي يعني كان بيقول لك انا بلعب بالتشكيل اللي حالعب بي قدام الاهلي هتجي تغير المنافس مختلف عادي انا النهاردة المنافس مختلف واقدر اثناء اللقاء اغير في طريقة اللاعب واقدر اغير وانا معايا خمس تغيرات بره بقى كان النهاردة عندي اللايحة بعد المباراة ربق جزاء ما عنديش اكسرطاين او انت فاهم زي فانا عندي الامور لازم ان انا اقرأ وقسم المباراة بشكل كويس فانا شايف ان انت نازمك النهاردة عنده مشاكل دفاعية وشوفنا فيه براك كتير المشاكل الدفاعية انت بتقلعب ديفندر واحد انت النهاردة لازم يبقى فيه حقق تصد قدام الاتنين المساكين انت اي لفرق النهاردة بتوصل لخطة دفاع نازمك بسهولة جدا ليه لان مين اللي بقابله جردونجا مهما ما هتقول لي عبدالله بيرجع وحتقول لي ناصر بيرجع او مصطفى شلبي او 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 لا بتختلف ان انا النهاردة بلعب اتنين ديفندر زي صراح بيقدروا امنولي التلاتة اللي موجودون قدام والرأس حربة اللي موجود فانا النهاردة لو هلعب عبدالله وزيزو ومصطفى شلبي والجزيري هقدر ان انا اعملهم ليه كمان يا كريم لان الباكليفت بيزيد وعمر جابر لو بيلعب الباكريت حيزيد فانا النهاردة مين هيأمن الناس دي وخصوصا ان النادي الاهلي بيتميز بالهجمات المرتدة يعني اهم ميزة بيتميز النادي الاهلي وبرسيتا وامام وامام فانت النهاردة لو انا النهاردة ما قدرت شقر القسم بشكل كويس وبقى انا مأمن دفاعتي الفريق اللي حيأمن دفاعاته كريم وحينتلك وسط الملعب هو اللي حيبقى ليه الافضلية اثناء اللقاء